بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الأكرمين وبعد أيها الإخوة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة فقه حديثنا في هذا اليوم عن قضية أسرية عن الزواج واقع وضموح الزواج بين الفشل والنجاح الزواج هو عبارة عن قصة قصة عقد بين رجل وامرأة يقدمان إليه أملا وتفاؤلا بنجاحه واستمراره ولا ننكر أن لدى الأهل دائما هناك تخوف الأهل أهل الزوج أو الخاطب أهل المخطوبة أيضا الخاطب والمخطوبة أنفسهم بكون هناك نوع من التخوف والقلق نقلق أحيانا من هذا المشروع اللي إحنا مقبلين عليه نخشى من الفشل سواء كان الأهل يخشون من فشل الزواج ومن ثم تعود البنت لهذه الأسرة أو أن الخاطبين أنفسهم يخشون من فشل هذا المشروع وبالتالي انعكاساته على حياتهم خلينا نكون متفائلين ونطمن الشباب بالأرقام الإحصائيات الموجودة لدينا خلينا نقول للشباب أنه لا تخشوا من الزواج الاحتمال الأكبر والأعم إحصائيا هنا في الأردن على الأقل هو الاستمرار ونجاح الزواج بنسب عالية طبعا لما نحكي عن نجاح الزواج هناك في معيار لما هو الزواج الناجح سنتحدث عنه بعد قليل لكن الاحتمال الأقل والأبعد ولكنه يبقى موجود هو أنه فيه احتمالية للانفصال بعد إجراء عقد الزواج وعلى كل أحوال فلا داعي أن يكون لدينا خوف زائد لماذا؟ لأن الإحصائيات تقول أنه السنة الأولى من الزواج نسبة استمرارنا في هذا المشروع تتجاوز تقريبا إلى 94% يعني 94% من اللي بيتزوجوا هؤلاء بيستمر زواجهم السنة الأولى بيعدوا عن السنة الأولى وبتعرفوا السنة الأولى في الزواج دائما هي سنة خطرة لماذا؟ لأنه اثنين مقبلين على مشروع جديد وبالتالي بدهم يتعرفوا على بعض أكثر بدهم يتأقلموا مع الحياة بدهم يتوافقوا في هذه الحياة الزوجية فإذا في الغالب نجحنا السنة الأولى وعديناها من يكون في عنا نوع من الإطمئنان ف96% من اللي بيقودوا عقد الزواج بيتجاوزوا هذه السنة الأولى بيظل في عنا تقريبا يعني ما بين 4 إلى 8% هؤلاء قد ينفصلوا في السنة الأولى من الزواج لكن خلينا دائما نأخذ الرقم بإيجابية بعد مضي السنة الأولى طيب كيف يكون الحال إذا مضت السنة الأولى والزواج تم على خير والأسرة مشيت إحنا الآن بندخل في نادي نادي اسمه نادي المتزوجين الكبير عدد الأسر اللي بيشكلها هذا النادي اللي هو المجتمع اللي إحنا منعيش فيه وتقريبا عنا يعني إحنا يعني مئات الآلاف من الأسر اللي تضم هذا اللي بين قوسين من سمين نادي عنا تقريبا في الأردن بجوز 2 مليون أسرة يعني تقريبا في هذا النادي الكبير أيضا من الناحية الرقمية طيب خلصنا السنة الأولى هل نحن في مأمن؟ منقول إحنا نسبة كبيرة جدا تتجاوز 98% الحمد لله من نكون في مأمن وبالتالي ما بدنا نخاف كثيرا صحيح في عنا حالات من الطلاق ربما تتجاوز 25 ألف أسرة سنويا بيصير بينها طلاق لكن هذا من كم الأسر الكبير ما بشكل حوالي 2% من الأسر اللي موجودة على الأراضي سواء كانوا أردنيين أو مقيمين لذلك يا إخوة وإخوات خلينا إحنا لما نقبل على مؤسسة الزواج ونقرأ هذه الأرقام نكون دائما متفائلين والمطلوب مننا أن لا نتوقع ما هو غير واقعي بمعنى أنه إحنا لما ندخل على مؤسسة الزواج لا نأمل أن تكون أمورنا بعد الزواج تكون نسبتها 100% توافق 100% سعادة مطلقة 100% راحة بال نحن نتحدث عن حياة نتحدث عن مسؤوليات نتحدث عن حقوق وواجبات متبادلة حياة جديدة لطرفين سيعيشون تحت سقف واحد بينما كانوا قبل يوم وقبل يومين في أسرهم وفق طبائع مختلفة الحياة أيضا فيها كل شيء بمر علينا الإنسان يعني بمر عليه ظروف كثيرة وتقلبات عديدة بين اليسر والعسر بين الرضا والغضب بين الراحة والتعب بين المشاكل في العمل مع الأصحاب والأصدقاء الضغوط العائلي لأحيان أنتم ما رسعيه وغير ذلك الأسرة لا تعيش في جزيرة منفصلة عن المجتمع ولا عن الكون لذلك إحنا بهمنا متى نكون ناجحين في زواجنا لأنه إحنا بهمنا الزواج ينجح وحتى الزواج ينجح يجب أن نعرف أن نجيب على هذه الأسئلة كيف بدي أحقق معايير النجاح في الزواج طبعا خلينا نأكد على أنه المسألة نسبية ما في زي ما قلنا مئة في المئة ما في خير يعني يتمحض ما في شيء من المكدرات لكن نقدر نوصف إحنا أنه الزواج أنه ناجح إذا غلبت الإيجابيات السلبيات وإذا غلبت توافق الخلاف لأنه الزواج بدون خلاف مستحيل لكن على الأقل وين الجانب الإيجابي بيغلب منقول أنه هذه الأسرة أمورها ماشية والزواج ناجح وإن شاء الله سيستمر متى تحقق هناك نوع من درجات السكن والمودة والطمأنينة بمختلف درجاتها أيضا نقول أنه الزواج قد يكون ناجح إذن التوافق حالة التوافق داخل أو بين الزوجين أو داخل الأسرة هي حالة وهذه حالة تختلف أسبابها إحنا نتحدث عن الرضا نتحدث عن السعادة ونتحدث عن الحب ليس كل البيوت تبنى على الحب ولذلك أحيانا يكتفي الناس بمعاشرة على الأحساب معاشرة على الإسلام بيقبلوا بالحد الأدنى على الأقل اللي بتبشي فيه الأمور وإن كان طبعا الحب والسعادة هذا مثلا أعلى الكل بيسعى إليه لكن خلينا في هذه الدقائق نشوف بعض العلامات للتوافق الزواجي اللي إحنا ممكن إذا وجدت نقول والله الزواج نناجح ما وجدت ما منقول الزواج نفاشل لكن على الأقل نحن نريد أن نعالج مثل هذه الأمور الأمر الأول يكون في عنا نسبة كبيرة من أن تحصل توقعاتي من الآخر أنا إيش بتوقع من الآخر من شريكي في هذه الحياة بتوقع منه واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا حصلت على نسبة من هذه التوقعات تكون أمورنا تمام أيضا في إلي أنا حقوق كزوج أو كزوجة كيف أحصل هذه الحقوق مجرد ما أنا حصلت نسبة عالية من هذه الحقوق المتبادلة أيضا بكون أنا في الطريق السليم نتحدث عن الرضا هل أنا راضي بحياة الزوجية إذا كان في عندي رضا بنسبة معينة مقبولة نسبة كافية أيضا هذا مؤشر إيجابي نتحدث عن السلم الأسري لأن الأسرة مش معقولة تكون هي عبارة عن ساحة عراق دائما بين الزوجين أو ساحة حرب أو معركة لابد أن تكون الأسرة هي مكان للسلم للسلم الأهلي ما بين الطرفين فإذا كان في عنا سلم أسري بيضاء هذا ممتاز طيب نتحدث عن الدعم أنا في الأسرة تركت أهلي وهي تركت أهلها وبالتالي بتمر علي مكدرات في الحياة هذه المكدرات ماذا تحتاج؟ تحتاج دعم الدعم العائلي إذا توفر الدعم بنسب معينة كل واحد يدعم الآخر أيضا ما نقصد فقط الدعم المادي لا نقصد الدعم المعنوي الدعم النفسي الدعم الاجتماعي كل هذا شيء مهم ويؤثر في نجاح العلاقة الزوجية نيجي للانسجام مثلا الانسجام ما بين الطرفين القدرة على حل المشكلات لأنه لا بد أن تقع مشكلات في الأسر هل لدينا قدرة على حل المشكلات ولا ما عنا قدرة؟ أيضا منقول أنه أنا طيب بصير عنا مشكلات في ما بين الزوجين هل هناك في رغبة في الاستمرار في هذا الزواج ولا ما في رغبة في الاستمرار في هذا الزواج ولا عند أول مطب مباشرة الطلاق على سبيل المثال بيكون هو موضوع موضوع على الطاولة أيضا بتعرف الزواج هناك في حاجة لإشباع الرغبات الجسدية فهذا لا بد أن يكون متوفرا أيضا في نوع من الحاجة للتعبير عن المشاعر الوجدانية ولا بد أن يتوفر في الزواج الناجح قضية مهمة جدا نتحدث عن الثقة الثقة ما بين الزوجين وهذه الثقة لازم تكون ثقة متبادلة إذا ما في ثقة سيبدأ الزواج بالانهيار الثقة في كل شيء أيضا من علامات النجاح المهمة في نجاح العلاقة الزوجية القدرة على إدارة الأمور المالية للأسرة الأمور المالية موازنة الأسرة كيف ندير الدخل اللي بيجي للأسرة المتطلبات الكثيرة هذه إدارة المال وإدارة اقتصاديات الأسرة إذا بكون في توافق عليها نسبة كبيرة من الأسر بتنجح في حياتها لكن إذا بكون مشكلة عنا في إدارة اقتصاديات الأسرة ستبدأ الأسرة تتزلزل أركانها وبالتالي تتجه لا قدر الله إلى الانفصال إذن ثم في عنا بعد ذلك بصير عنا أولاد طب هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى تربية يحتاجون إلى عناية بدهم آليات وأساليب هل إحنا متوافقين على أساليب وآليات تربية الأبناء والتعامل معهم والتعاطي مع مشكلاتهم هذه أيضا من القضايا المهمة واللي ممكن نفرد إلها حلقة إن شاء الله أيضا مدى الحرص على استمرار العلاقة قديش أنا بكون عندي حرص أنه والله متمسك بهذه العلاقة مع الطرف الآخر قديش بكون عندي حرص على أني أبتعد عن فكرة الانفصال عن الطرف الآخر هذه قضية مهمة وبالتالي إحنا عندنا مشكلة مثلا أن الزوج اللي بيظل يهدد في الطلاق ويستعمل ألفاظ الطلاق هذا أيضا بيأثر على استقرار الأسرة وبالتالي ممكن تأدي إلى انفصالها من القضايا أيضا المهمة العلاقة مع أهل الطرف الآخر كما قلنا الأسرة مش اثنين منفصلين هذا إله أهل وهذه إله أهل وبالتالي في علاقة مع الأهل الزوج وأهل الزوجة مع هذه الأسرة كيف ندير هذه العلاقة إذا كانت إدارة إيجابية وهون بيشترك الأهل مع الزوجين في إدارة هذه العلاقة أيضا هذا من أسباب النجاح لكن خليلا لو هاي الأسباب كل اللي ذكرناها إذا شفنا كم اعتبرناها معايير كم سنحقق من هذه المعايير هذه المعايير يا إخوة ويا أخوات ليست للإحصاء ولا الحساب نجي نحط ورقة وقلم والله نقول لا احنا معنات فاشلين خلينا نروح نطلق أو ننفصل لا هذه معايير حتى نشوف إحنا أين قدمنا من الزواج الناجح وين إحنا من هذا الموضوع خلينا نكون واضحين إذا صار في عنا خلل في هذه المعايير هاي بتكون عنا دعوة لماذا دعوة لنتمثل هذه المعايير دعوة لتصويب الخلل إن وجد في هذه المعايير ومهم إحنا نعرف وين الخلل يا إخواننا زي ما قلنا ما بدنا إحنا نتخيل إنه إحنا منعيش في الأحلام في واقع هذا الواقع يجب أن نتعامل معه أهم فكرة بتشدنا للواقع و للشيء العملي اللي هو دائما نتذكر بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة و بيت الأنبياء هذا مثال على الحياة الزوجية نستطيع إحنا نأخذه نبراس إلنا فمثلا هل نسأل السؤال هل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها خلافات و إلا ما كان فيها اللي بيقرأ الأحاديث الصحيحة و اللي بيقرأ السيرة بيقول نعم كان هناك في بيت النبوة خلافات صحيح هي خلافات قليلة صحيح هي خلافات ما من ركز عليها لكن مهم أنه إحنا نطلع عليها لماذا لنعلم أن الأمر قد يقع مع أفضل الناس و مع خير الناس و لذلك من العنوان اليأس هذا يجب أنه نبتعد عنه الإحباط في الحياة يجب أنه نبتعد عنه مع أول مشكلة بيتمر علينا ممكن أو تتكرر معنا المهم نعرف كيف نتعامل مع هذه الخلافات و كيف نتعامل مع هذه المشكلات للعلم يا أخوة و يا أخوات ليست المنغصات في الزواج كلها يعني المنغصات في الحياة مش من الزواج فقط و بسبب الخلافات ما بين الزوجين المنغصات أحيانا تحدث نتيجة مشكلات خارجية وبالتالي بدنا ننتبه خلينا احنا نأخذ من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف الرسول عليه الصلاة والسلام نعطي صورة فقط هيك لمحة سريعة عن الخلاف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم و كيف تعامل معه حتى بعد ذلك نقول كيف نصل إلى الزواج الناجح تفضلوا دائما بالبقاء معنا حتى نبحث في بيت النبوة صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه وسلم تفضلوا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد قلنا سنتحدث في صورتين من بيت النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في خلافات مع أزواجه و لما كان نقول كان حتى إحنا لم يصير عندنا خلاف داخل الأسرة نقول والله خير البشر صار معه و خلافه بالتالي إحنا بإمكاننا نتجاوزه في الحديث أنه جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة من القصص فسمع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأدن له يعني فأدن النبي لأبي بكر فدخل فقال لها أترفعين صوتك على رسول الله قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها يعني كانت المشكلة بين سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام و عائشة فصارت المشكلة بين عائشة والدها قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحول بين عائشة وأبيها فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها في قصة أخرى عمر بن خطاب رضي الله عنه إيش بقول قال كنا معشر قريش نغلب النساء يعني هيك عادتهم كانوا يغلبون النساء قال فلما قدمنا إلى المدينة شوف كيف تغير الاجتماعي أيضا إلى دور وجدنا قوما تغليبهم نساؤهم يعني طريقة المجتمعين بختلفوا بالتعامل الأسري قال فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فضغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت عليها أن تراجعني فقالت يا ابن الخطاب ما تنكر من ذلك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل قال فقلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت يعني شافة سين عمر عظيمة وأيضا ورد في السيرة أن النبي اعتزل عليه الصلاة والسلام نساءه شهرا وبالتالي إجت سورة التحريم حتى تحل هذا الإشكال إذن هذه أحداث واقعة وبالتالي خلينا نتعلم منها وما يسع لنا يأس ولا قنوط في أي مشكلة بتصير معنا حتى وإن كانت كبيرة الآن السؤال الأكثر أهمية وجدلا هو في تقييم معنى التكافؤ والتوافق ما بين الزوجين خاصة اللي بدهم يقبلوا على الزواج أول ما بيسأل بيقول لك لا خلينا متكافئين متشابهين إذا كنا متشابهين معناته إحنا أمورنا رايحة تكون مستقيمة ومستمرة هذه نقطة مهمة خلينا ننتبه إلها متى بيكون التشابه ما بين الاثنين مدعاة للاستمرار ومتى بيكون التشابه أحيانا في بعض الصفات هو مدعاة لعدم الاستقرار الزواج ونجاحه أحيانا في صفات متشابهة هذه إذا وجدت فعلا تساعد على التوافق مثلا نأخذ هذه الصفات المتشابهة الطيبة الانبساط ضبط النفس قيمة الاعتدار قيمة الاحترام هذه الصفات ولو كانت عند الطرفين ممتاز معناته بتشابهوا في هذه الصفات هذه بتساعدهم على الاستمرار لكن تخيلوا هذه الصفات الآن اللي من نحكي عنها إذا كانوا اثنين موجودة عندهم هذه الصفات ومتشابهين فيها هل بتساعدهم على الاستمرار ولا لا مثلا التنافر العصبية الغضب النقد العقاب يعني حب العقاب الدفاع عن الحق حتى الرمق الأخير هذه الصفات ممكن تكون موجودة في الزوجين هل ممكن أنا إذا كانت عندي هذه الصفات أبحث عن فتاة تحمل نفس هذه الصفات طب ما هي بتصير البيت بتصير دمار إذا كان اثنين كل واحد بدي يحكي كلمة الثانية بدي يرد عليها بنفس الطريقة إذن ليس بالضرورة الرسالة اللي بدينا نوصلها ليس بالضرورة تشابه الصفات ما بين الطرفين يكون هذا مدعا الاستمرار الحياة الزوجية لا في عنا إحنا صفات التشابه فيها ممتاز وفي صفات التشابه فيها لا مش ممتاز إذا واحد عنده صفة الغضب لا الثاني بدي يكون عنده صفة الحلم حتى الاثنين يتوافقوا ويمشوا أيضا الاهتمامات الاهتمامات المشتركة قد تساعد أيضا على التوافق فهذه الأمور لما إحنا بدنا نيجي نختار بدنا ندرسها ونحاول نتمعن فيها حتى تكون أسباب النجاح متوفرة قبل الزواج يعني خلينا نقول كمان أن أسباب الفشل عادة فشل الزواج هي تكون أمور سابقة على الزواج وبتكون في قضايا مهمة جدا إحنا ما من راعيها عند السؤال عن الطرف الآخر على سبيل المثال عند الإقدام على الزواج في مثلا لما بدنا نسأل عن الطرف الآخر في الزواج هذا السؤال عن إيش بنسأل إحنا هل فعلا إحنا بنسأل عن الطرف الآخر ولا ما بنسأل نتحرى عنه ولا ما نتحرى الآن هل أستطيع أنا أن أحصل على معلومات كافية عن الطرف الآخر ولا ما بستطيع يا أخواننا طريقة حياتنا اليوم صار والله فيها صعوبة يعني الجار جوز ما يرفع عن جاره الشيء الكثير بعدين المظاهر بتخدع والناس صارت تعتمد من المظاهر بشكل كثير وصارت الناس تعتمد أيضا أنه بتقولك هذا والله هي الأسرة ممتاز الأب محترم والأم محترمة وصمعتهم كويسة لكن مشكلتنا ما بنتحرى عن الفتاة نفسها ولا عن الشاب نفسه ولا بنسأل عنه بنسأل العيلة طب أنت بتتزوج العيلة ولا بتتزوج الشاب أو الفتاة وبالتالي كم ربنا بقول يعني يخرجوا الحية من الميت ويخرجوا الميتة من الحي كم من الأسر الفخام بتكون عندهم مشاكل في أولادهم أو العكس بتكون ربما أسرة يعني غير جيدة لكن بتكون عندنا مثلا من الأولاد الجيدين أيضا بدنا ننتبه لمثل هذه المسائل لأنه حتى ما نتفاجأ بعدين أنه والله إحنا والله نكتشف أنه أنا دخلت على أسرة راقية وإذا فيها مشاكل عديدة وعميمة أيضا ممكن إحنا بنسألش كيف الطرف الآخر بفكر كيف الطرف الآخر بتعامل مع الأمور أفراد الأسرة يا إخوة ليسوا شيئا واحدا يعني إذا كان فيه أخ محترم مش بالضرورة أخوه هذا يكون زيه بالتفكير وبالمنطق وبالعقلانية ممكن يكونوا مختلفين بشكل كبير واختلاف قد يكون من اليمين إلى اليسار إذن من مشكلاتنا أيضا أنه البعض يتحرج من السؤال أو العائلة إذا بتعرف أنه نسأل عنها بتغضب تقول لك أنا فوق السؤال كد تسأل عني إحنا بنسأل عنها ومن نحن فيه قضايا مجتمعية يجب أنه نتجاوزها أيضا في عنا إحنا في بعض القضايا من أخر بحثها وتكون قضايا مهمة بتأثر على العلاقة المستقبلية بينها كزوجين منركز على القضايا الهامشية والله تعالوا كيف ننعمل الحفلة كيف ننعمل الخطوبة كيف تصير العرس شو النفقات اللي من أن ندفعها لكن فيه قضايا مهمة العمال السكان الأهل طريقة العيش فيه قضايا أنا لا أستطيع أن أستمر في الحياة إلا بها لماذا لا أضعها للطاولة وأبحثها وأنا بعرف أنه تركها مثلا على سبيل المثال قد يؤدي به إلى الانفصال أيضا فيه قضايا مهمة إحنا بنتركها للمجهول منقول خليها للزمن الزمن يعالجها فيه إنا أيضا من الأسباب اللي بتأدي لفشل الزيجات يا أخوانا في بعض الأسر للأسف بتضيق على حالها تضيق دائرة الاختيار أمام الأبناء وأمام البنات يعني إحنا أسرة ما منقبل إلا من عائلة معينة أو منطقة معينة أو من بيئة محددة وبالتالي الاختيار بيكون ضيق وهذا الاختيار لم يكون ضيق بتصير المعايير محددة وبتصير أيضا المعايير ضيقة فممكن أنه ما منوصل للاختيار اللي إحنا منكون بدنيات من القضايا المهمة أيضا في عنا المجاملات المجاملات في المواصفات مثلا إحنا تعرفوا أثنين بدهم يقبلوا على الزواج بدهم يعني يقدروا مهر المجاملة في مقدار المهر قبولا أو رفضا التحرج من ذكر الشروط في عقد الزواج بقول لك تشترط علي أو أشترط عليك لا طب إذا في قضايا مهمة ولا يصبح الزواج مستمرا إلى بها لماذا لا نشترطها في عقد الزواج وقد أتاحت الشريعة لنا ذلك وقد أتاح القالون لنا ذلك إذن يعني ما هو أنا هذه الأمور مهمة إلي من البداية يا بأقبل يا برفض وبالتالي حتى نكون مستمرين فيما بعد أيضا في نقاط يعني بتدخل في المجامل والحرج في العائلات إنه أنا إذا أقبلت على خطبة فتاة أو طلبتها وبعدين اكتشفت إنه والله خلاص مش رايح أقدر أستمر بتحرج والله إني أعدل عن الخطبة أو أقولهم أنا ما بقدر هذا ما في حرج يا أخوة وآخوات إحنا هذا مشروع العمر وبالتالي يجب أن تقبل عليه بكل جدية وبكل اهتمام وإنك مقبل على هذا المشروع للاستمرار أما ما تدخل عليه بقلق ما تدخل عليه بتوتر ما تدخل عليه بتشكك كل هذا يسيؤدي بالنتيجة إلى تقصير الحياة الزوجية ما بين الطرفين ولا سمح الله إذا صار أولاد بتصير المشاكل عندنا أعقد وأكبر إحنا في عندنا فترة خطوبة ما بالزواج فترة الخطوبة الحقيقة نحن لا نستغلها الخطوبة اللي بقصد فيها قبل العقد الخطوبة المفروض فترة الخطبة أنه الواحد يتعرف على الآخر يسأل عنه يعني يعرف منطقه ويتعامل معه يعني الأهل يجلسوا مع بعضهم هذه الخطبة إحنا منكون مستعجلين بس بدنا نذهب مباشرة إلى إجراء العقد وللأسف تحت ضغوط اجتماعية أنه فيه نسبة عنوسة عالية بين قوسين فيه تأخر بالزواج نسبة الناس اللي بيجوا يطلبوا الفتاة ربما تكون قليلة وبالتالي خايفين يطير العريس خايفين من الحسد خايفين من العين بدنا مباشرة نذهب إلى عقد الزواج كل هذه القضايا بتأدي بالنتيجة إلى أنه ما نصل للمشروع اللي إحنا بدنا إياه يا أخوانا أيضا قضية مهمة العلم العلم والمعرفة ضروريات نحن نقرأ الكثير والقليل لكن لماذا الذين يقبلون على الزواج لا يقرؤون ولا يعرفون ولا يتعلمون في كل هذه الأشياء اللي إحنا حكينا عنها كلها فيها كتب ومؤلفات ومجلات وفيديوهات الأصل الإنسان لما يقبل على مشروع الحياة يثقف في هذا المشروع والله مشروع اقتصادي بسيط إحنا من أن نقبل عليه ندرس جدوى المشروع والتمويل ونسبة النجاح ونسبة الاستمرار والاستقرار طيب مشروع الأمر هذا معقول إنه إحنا نقدم عليه دون أن نخوض في كل هذه التفاصيل وأن نعرفها يعني إحنا بهمنا بالنتيجة أن يكون عندنا زواج ناجح هذا الزواج أولا ثم بعد ذلك بصير عندنا أبناء إن شاء الله سنقصص الحلقة القادمة للحديث عن التعامل مع الأبناء وخاصة جدلية ما بين التربية وما بين التأديب حتى ننفع إن شاء الله أنفسنا وإياكم بالجوانب الأسرية المهمة بقي لنا بهذا الوقت أن نودعكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة